يا سادة نتكلمنا النهاردة عن حديث من أجل أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية بصفة خاصة في تعريف الإسلام لما سألوا الصحابي سأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وسألوا الصحابي كمان فقال أن تسلم قلبك لله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان وهو يشرح للصحابي معنى الإسلام قال أن تسلم وجهك لله وأن تولي قلبك لوجه مولاك وأن تولي وجهك لله أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة الإنسان إذا أسلم وجهه لله وولى وجهه لله ذاق الحلاوة في العبادة فأصبحت العبادة في حياته كلها هي معنى الحياة وأصبحت العبادة هي ضوء الحياة وجمال الحياة وسعتها سيهتف قلبه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم اجعلنا لله اللهم اجعلنا دائما نقبل عليك في كل نفس من أنفاسنا